حتى الآن نحن لن تحدث عن استخدام ألف الفي صاروخ على الأكثر في حين إذا كانت الترسانة كما يقال وإذا كانت صحيحة حتى الآن لم يستعمل منها شيء حتى الآن وماذا عن تدمير القدرات حزب الله كما رأينا لسيما بدءا من رأس الهرم باغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله واستهداف ما قبله القيادات من الصف الأول والصف الثاني وهناك علامات استفهام تطرح حول القدرات التي ما زال الحزب يتمتع بها يعني هو يتمتع بعض بترسانة من الصواريخ هي فعلا مفروض أن تكون كثيرة وكبيرة جدا ولكن كما تفضلت هناك اغتيال للصف الأول من العسكريين لقيادة حزب الله من دون حسن نصر الله لن يكون حزب الله بعد نصر الله كما كان مع نصر الله هذا بالتأكيد هو صورة تاريخية لحزب الله هو صورة مقاومة لحزب الله هو صورة قوية لحزب الله الآن حزب الله فقد الرأس هذا شيء هام جدا طبعا هو خسر حوال 3000-4000 مقاتل في عملية البيجر بإصابات بليدة هو خسر إبراهيم عقيل فؤاد شكر مع علي كراكي محمد سرور كل هذه القيادات العسكرية قيادة الردوان فقد إمكانية التواصل بين المقاتلين بالبيجر والسلكي والموبايل كلها أمور أدت إلى طبعا إضعاف حزب الله هناك قصف لبيعة حزب الله حوال مليون ومئتي ألف شخص الآن هم أصبحوا من النازحين في داقل لبنان بأجملهم من بيعة حزب الله كلها أمور طبعا تضع حزب الله في وضع صعب جدا ولكن هو فقط يستطيع المواجهة بشكل أساسي على محور الجنوب في الميدان حيث هو يدرك ويحسن ويعرف طبيعة الأرض بشكل جيد أكثر بكثير من الجانب الإسرائيلي